تعالوا بقى بما ان احنا بنتكلم عن انشطة النادي ولسه بنتكلم عن النادي الاهلي واللجان المختلفة مؤخرا تم الانتهاء من ورشة اسمها اساسيات صناعة الافلام هي اقيمت في او على مدار تحديدا شهر ونص شملت ايه بقى شملت مجالات كتيرة جدا عندك سيناريو عندك اخراج تصوير ديكور ملابس خدع سينمائي حاجات كتيرة جدا وكمان طبعا تحضير للمهرجانات خلال الورشة دي تم تصوير كمان بعض المشاهد زي التمارين الاستعانة بمعدات تصوير اضاءة بالمجهود الشخصي يعني المهم اللي عايزين نقوله ان ناتج الورشة دي كان ايه يعني تلعنا بايه من الورشة دي كان 8 افلام بين عندك روائي ووثائقي قصير ومشترك بين الاعضاء كمان يعني ده بيعتبر كأول اعمال بيقوموا بتصويرها حاجة اعتقد مختلفة حلو ان النادي بتاعك يقدم لك نوع مختلف برضو من النشاطات بهذا الشكل ولحضراتكم هتلاحظوا كمان جميع الاعضاء المنضمين ما كانش عندهم خبرات تماما بالمجال ده فكون ان انت منتامي او عضو بهذا النادي وتقدر من خلال النادي ده تتعلم مهارة جديدة ممكن المهارة دي على فكرة تبقى بعد كده مهنة يعني مش قصة بس ان انت بتدعي وقت او بتتعلم حاجة وخلاص انت ممكن من خلال المهارة دي اللي انت بتتعلمها من النادي من الخدمات اللي اللي جان المختلفة بتقدمها تبقى عندك بعد كده مهنة يعني تكسب منها وتعيش منها وغيره فاعتقد كانت حاجة جميلة جدا كويس ان احنا برضو تكلمنا عنها وكان فيه يعني ناس كتيرة اثنت على هذه اللجنة تحديدا او الاعمال اللي هي بتقدم طبعا